ما يحصل الآن سيفتح الباب أمام التحليلات والتفسيرات لكن هناك عامل أساسي وهو أنه كان علينا أن نبذل جهودا أكثر وأكثر فاعلية لإخراج المواطنين الأمريكيين والأفغان في فترات مبكرة إذن التحدي الأكبر الآن هو ليس فقط إجلاء رعايانا إنما إجلاء الأفغان الذين ساعدونا وهذا ما حملنا إلى إرسال قوات إضافية لمواجهة التداعيات الأمنية التي رأيناها أخيرا والتي بالرغم من كل شيء ينبغي أن نواصل عملية الخروج في أسرع وقت ممكن